السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو خبرين مهمين من وزارة التربية لطلاب المدارس الخبر الأول وزارة التربية اشتراط جلب لقاح من الطلبة ومنعهم من إداء الامتحانات من دونه أمر يخص وزارة الصحة وليس وزارة التربية التوجيه الحكومي للمؤسسات هو أنه بعد 1 أيلول ستكون هناك محاسبة للمخالفين ولم نتحدث عن الطلبة وممكن التعامل به مع الكوادر التدريسية ولكن لا يوجد هكذا إجراء بالنسبة للطلبة توضيح لهذا الخبر الأول تقول وزارة التربية اشتراط جلب لقاح من الطلبة يعني بالنسبة لطلاب المدارس ما لهم هسه تلقيح لأن كونه أقل من 18 سنة عمرهم لكن هذا التلقيح خاص للكوادر التدريسية وطلاب الجامعات وراح يبدأ اللقاح من 1 أيلول يعني من 1 تسعة مثل ما قلت لكم هذا طلاب المدارس ما لهم هسه لقاح يعني عادي إذا صار الانتحان يروحون يمتحنون الخبر الثاني عضو لجنة التربية النيابية صفاء عدنان الغانم يطالب وزارة التربية بإنهاء العام الدراسي لطلبة الصف الثالث متوسط والاعتماد على درجة نصف السنة وإداءة الانتحانات للطلبة المكملين في مدارسهم بوقت تحديد الوزارة هذا من عضو لجنة التربية النيابية صفاء عدنان الغانم يطالب وزارة التربية يقولهم إنه العام الدراسي بنسبة لصف الثالث متوسط واعتمدوا على درجة نصف السنة أو أما امتحان المكملين يعني راح وزارة التربية تحدد الوقت مع الموعد امتحان المكملين دا تقولهم يعني اعتمدوا على درجة نصف السنة للثالث متوسط وإنهو العام الدراسي ننتظر القرارات من وزارة التربية مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق قلت لكم الثلاثاء راح أصير جلسة وإن شاء الله خير